أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن تطوير قطاع التعليم في مصر يأتي على رأس أولويات عمل الحكومة وخلال الاجتماع الذي عقده لاستعراض مقترح تطوير النظام التعليمي لثانوية العامة أشار مدبولي إلى أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتطوير مختلف المراحل التعليمية بما يضمن توفير نظام تعليمي متطور يسهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مؤكدا أن مقترح تطوير النظام التعليمي للثانوية العامة يهدف بشكل أساسي إلى رفع المعاناة عن كاهل الأسر المصرية وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للطالب